الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرانيتش موجزون إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن ثورة يوليو ستظل علقة في الأذهان يفتخر بها المصريون ويستلهمون من أهدافها السلمية روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وآماله ومستقبل مشرق للأجيال القادمة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة أكد خلالها أن الثورة استطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى للدولة المصرية وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها وأكد الرئيس السيسي أن ثورة يوليو المجيدة ضربت نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة لافتا إلى أن الجيش المصري يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على أكمل وجه وشدد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيدة ستظل مصدرا لاستلهام عبرة للحاضر وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على فيسبوك أن هذا اليوم كان واحدا من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر حيث قدم الشعب وقوات المسلحة النموذج الأمثل في العزم والإصرار والإرادة ليحيى هذا الوطن في حرية وعزة واستقلال تزامنا مع الاحتفالات بثورتي الثلاثين من يونيو والثالث والعشرين من يوليو أقامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فعالية هندسية للإعلان عن بدء الأعمال للصبى الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة وخلال الفعالية أعطى الضوء الأخضر لتتشين وبدء الصبى الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر وأليكسي لخاتشوف المدير العام لشركة روس آتم ويمثل حدث الصبى الخرسانية الأولى حدثا هاما في مصاري تنفيذ المشروع وانتقال مصر لأول مرة من دولة تخطط لإنشاء محطات طاقة نووية والدخول في مصافي الدول التي تنشئ محطات نووية تبقا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعد مشروع المحطة نووية بالضبعة أحد المشاريع الاستراتيجية التي تتم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي سيساهم بالعديد من المكتسبات والعوائد الاستراتيجية على الدولة وتطوير شامل في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتعليم قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن السفن الأجنبية لا تزال محتجزة في ستة موانئ أوكرانية بسبب خطر الألغام التي زرعها الجانب الأوكراني حول تلك الموانئ وأضاف المسؤول الروسي أنه لا تزال هناك سبعين سفينة أجنبية محاصرة في ستة موانئ منوها بأن تهديد القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسبب به نظام كييف لم يسمح للصفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية بعد تفشي مرض جدر القردة في الوقت نفسه أكدت المنظمة قدرتها على السيطرة على مرض جدر القردة ووقف انتشاره وأشرت الصحة العالمية إلى تسجيل سبعة عشر ألف إصابة بالمرض في أربع وسبعين دولة حتى الآن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن روسيا انتهكت التزاماتها في اتفاق الحبوب بمهاجمة ميناء أوداسا وحمل بلينكين موسكو مسؤولية تعميق أزمة الغذاء العالمية مشيرا إلى أن هجوم أوداسا يدمر مساعي الأمم المتحدة وأوكرانيا للحصول على أغذية مهمة للأسواق العالمية دعيا روسيا إلى وقف هجومها وتنفيذ اتفاقية الحبوب التي وافقت عليها بالكامل لمزيدا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو ووجل بلاي أو من خلال الكيو أرطود الظاهر أمامكم على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء